مع الوزير احنا في وسط وقلب المشروع الحيوي اللي ازهلني العرض اللي كان معروض على سيادتك وحتاج بتكلم وبتناقش مع المسؤولين انه احنا في مشروع بينتج البيضة تمنها في السوق العالمي 6.5 دولار ممكن تشغلنا القصة؟ هو ده مشروع طبعا يعني بنشكر زملائنا في وزارة الزراعة يعني البدء في انشاؤه من فترة طويلة هذا مشروع بدأ تشغيله من حوالي سنة 2001 وده اسمه المشروع لانتاج البيض الخالي من المسببات المرضية هذا المشروع طاقته حوالي 3 مليون بيضة بينتج البيضة اللي هي مخصبة ومعقمة وخالية من اي عدوى وخالية من اي فيروسات وخالية من اي ملوسات وبالتالي هذا البيض هو يعني القوام الرئيسي لصناعة اللقاحات البيطرية للدواجم في مصر وفي العالم وبالتالي هذا المشروع وجوده يعني يعتبر هذا المشروع هو الاول في افريقيا والشرق الاوسط احنا تاريخ انشاؤه يعتبر رقم 3 على مستوى العالم بعد امريكا والمانيا وهذا المشروع لما تم التفكير في انشاؤه في الماضي كان بخبرة وتحت اشراف المانيا وحصل على زي ما شفت كده على كل الشهادات المرجعية وشهادات الجودة المطلوبة اهتمامنا بهذا المشروع وزياريتنا اليوم بهدف حاجتين اولا التأكيد على ان هذا المشروع من المشروعات الهمة التابعة لوزارة الزراع الحاجة التانية انه هناك تفكير في ان احنا نعمل توسع في الطاقة الانتاجية بتاعته زي ما زمينا دكتور مونير ودكتور محمد شرح ان احنا محتاجين توسع في هذا المشروع لان احنا بنتجح حاليا في زيادة الانتاج من اللقاحات وبصفة خاصة عندنا معهد بحوث الامصال واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بنستهدف عملنا خط بيستهدف رفع الانتاجية من 130 مليون جرعة لقاح بيطري الى 2 مليار جرعة وبالتالي احتياجاته من هذا البيض سوف تتزايد ليس هو فقط ولكن كل المصانع اللي بتنتج لقاحات الدواجن محتاجة هذه البيضة وبالتالي البيضة دي ضرورة اساسية ومكون اساسي في صناعة اللقاحات هذا المشروع بيخدم كل المعاهد البحسية والمعامل اللي بتستخدم في صناعة اللقاحات بيستخدم ايضا في الانتاج المشخصات للفيروسات بيستخدم ايضا في عملية ان انت تعمل فرز للفيروسات فموضوع كبير وموضوع تقني عالي وزي ما شفت كده اجراءات الدخول واجراءات المتابعة واجراءات الرقابة على المشروع يعني فيها تقنية عالية للغاية وزي ما حضرك شفت كده فاحنا بنستهدف توصف هذا المشروع القومي هذا مشروع مشروع يعتبر زي ما قلنا كده الوحيد في الشرق الاوسط هناك طاقة قابلة للتصدير لان احنا الموجودين صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الكبيرة فيها استثمارات باكثر من 100 مليار جنيه فيها بتستوعب اكثر من 3 مليون عامل بتنتج حوالي 1.5 مليار طائر بتنتج حوالي 13 مليون بيضة فلابد ان احنا نبقى عندنا اللقاحات البيطرية وانتاجها محاليا لابد ان ندعم هذه الصناعة من اساسيات تدعم هذه الصناعة ان انت توفر اللقاحات عشان توفر اللقاحات لابد ان يكون عندك البيضة دي وبالتالي ده اهتمامنا بهذا المشروع العظيم ترجمة نانسي قنقر